اشتركوا في القناة 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 chain combines with one hemolecule. شوفنا هاي البعض. هذي ادنا هذي بوليببتاد شين. هذي بوليببتاد شين. هذي بوليببتاد شين. هذي بوليببتاد شين. بس ادنا هذي الفة. وهذي الفة. وهي الاولى الفة chain one. الفة chain two. بيتا chain one. بيتا chain two. اللي هي شنو عدنا هايوان موجودة هذة التركيبها هي موجودة بالادلت هيموغلوبين. بس هاينان نشوفها هاي عدنا كل وحدة من هذي هذي اربع تشينات. اربع سلاسل. اين الفة واثنين بيتا. السلسلة الوحدة السلسلة الوحدة ترتبط مع جزائت هيم هاي هاي جزائت الهيم. وكل هي جزائت هيم تحتوي على آآ درة حديث. زي هنان يقول عدنا آآ هيموغلوبين موليكيول تحتوي على اربعة بوليببتاد شين. زي كل هاي 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 كل هاي. هاي كلها. الجزائة الهيموغلوبين. هاي جزائت الهيموغلوبين. تحتوي على اربع سلاسل واربع آآ جزائات من سبغة الهيم. هاي هاي التركيبة الكاملة منها من البعض بالفرس state as we mentioned. بالفرس state. هاي structure of the normal hemoglobin. the substance is necessary for hemoglobin synthesis. various materials are essential for the formation of the hemoglobin in the red blood cells. the first class proteins and amino acids proteins of high biological value are essential for the formation of the hemoglobin and amino acids derived from these proteins are required for the synthesis of the protein part of hemoglobin. اللي هو الهيموغلوبين part. فتحتاج الى وجود شنو عندنا وجود ال amino acids. الاحتياج الاخر هو او المادة الاخرى الايرون الحديد اذا necessary for the formation of the heme part of the hemoglobin. والكوبر النحاس necessary for the absorption of the iron from the gastrointestinal tract. اهميته يساعد او ضروري على امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي. الكوبالت and nickel these materials or metals are essential for the utilization of iron during hemoglobin formation. الفيتامين الفيتامين c and riboflavin and nicotinic acid and pyridoxin. الفيتامين c will be black essential for the formation of the hemoglobin. and destruction of the hemoglobin after the life spawn of red blood cells. الهمية وعشرين يوم. الكرة الدم من الحمر as we mentioned previously is destroyed in the reticuloendothel system particularly in the discipline and the hemoglobin is released into the plasma. من ذلك عندنا من تتحطم كوريات الدم الحمر واش راح يصير راح اه وين تتحطم راح يكون من ال reticuloendothelial system اللي هو الطحال والذي يتحرر صبغة الهيمoglobin للبلازما. لذلك سون حالا the hemoglobin is degraded in the reticuloendothelial cells and split into globin and heem. فإذن من راح يتتحطم راح ثوماتيكيا حالا راح ايضا يتجزى الى الكلوبين وصبغة الهيم. الكلوبين البروتين هذا is utilized for the synthesis of the re-synthesis of hemoglobin. ذلك يعاد استخدام كيصنعت الهيمoglobin. الهيم is degraded into iron at porphyrin. الهيم راح يتقسم الى حديث والى مادة البورفرين. الايرون stored in the body as ferritin. راح ينخزن بالجسم على شكل ferritin وهيمو سدريب. which are reticuloized. يعاد استخدامها في صناعات ايضا هيموغلوبين جديد. البورفرين اللي هو جزء من الصبغة الهيم converted into a green pigment. راح تتحول الى صبغة خضراء. نسميها بالفردين بالفردين. بالفردين. in a human being most of the بالفردين is converted into a yellow pigment. هذا الصبغة الخضراء نسمها بالفردين راح تتحول الى صبغة صفراء. نسموها بالروبين. صبغة الصفراء. بالروبين and بالفردين are together called the bile pigment. انها نسميها صبغة الصفراء. او نسميها كيس الصفراء. ازيان. المرارة نسميها احنا باللغة يعني بلغتنا الدرجة المرارة. او كيس الصفراء. اهنان شو بعد الرسم? نتكوين. هذا الهيموغلوبين يتكون منه ما شنو? من غلوبين يعاد استخدامه والايرون ايضا يعاد استخدامه والبورفرين راح يتحول الى اه من من الصبغة الخضراء وبعدين الى الصبغة الصفراء البيلوروبين وينطرح. وهنا الجلوبين ايضا يعاد استخدامه وايضا الحديد ايضا يتحول الى الابوفراتين يعني او بعدين فراتين يعني او التحول ويعاد استخدامه مرة اخرى. الايرون متابوليزم ايرون is an essential mineral and an important component إذن الجسم الإنسان يحتاج إلى وجود الحديد لنقل الأكسجين إيران is for the formation of the hemoglobin and myoglobin إيران is also necessary for the formation of other substances like cytochrome oxydase, peroxidase and catalase نصنعت هذه الإنزيمة قيمة الطبيعية كمية الكلية للحديد في الجسم هي أربعة غرامات ويقوم بالحديد في الهيموجلوب موجود من أدهاية النسبة 65-65% نصنعت بمشل كميوغلوبين 4% ويقوم بالحديد في الهيموجلوب كميوغلوبين PLibles الطعام توجم في ملح الديد الذي سنظر لأصبغة الإيم وللا تحميل المهم Heem Iron él μαζمم في الفش بالسمك الميت اللحم بالركبيب والدجاج Iron On these sources Is found in the form of heem وجود على الشكل heem and heem iron is Absorb easily from the intestinal إن فصلت سهل جدا من الأمعاء الدقيق a nonhyem iron In the form of nonhyem Is available in vegetables والمرأت هذا الماء بصبغة الهيم الزيان هذا يحتوي موجود بالخضروات لغرينز البقوليات السيرلز رقاءة قدرة النهيم ايرون is not absorbed easily in the as heme iron يقول ما يكون امتصاصة سهل كما يحدث معه الهيم ايرون سيرلز flowers and products of the greens which are enriched or fortified strength with iron become good dietary sources of non-heem iron particularly for children and women الabsorption of the iron iron is absorbed and mainly from the small intestine مع الدقيقة it's absorbed through the intestinal cells enterocytes by penocytosis من خلا العمية تحتساء الخلايا and transport it into the blood البيل is essential for the absorption of iron and iron is present mostly in the ferric state and it is converted in the first state which is absorbed into the blood hydrochloric acid الحامض الهيدrochloric from the gastric juice من العصرات الهاظمة makes the ferrous iron soluble تخلي هذا يكون ذائب and it could be converted into ferric iron يمكن يتحول الى the ferric state by the enzyme ferric reductase from the enterocytes from enterocytes a ferric iron is transported والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم شكرا